في حاجتين كبار جداً بيضد العينة القلم والدم اللي بيقول أي ما نشعر في بيتها مشكلة في الوعاء الدموي ولا مشكلة في الصفائح ولا مشكلة في شلال التجلب عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح الأستاذ الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة المعلم المثالي ستة مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقاطة الأطباء تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 قليل طب جامعة القاهرة رئيس الجامعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجامعية المصرية لأمراض القلب عضو الجامعية المصرية لأمراض الكلا له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني رأى الطب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة أستاذنا العزيز وقيمة الأعمال الكبيرة وفخر العرفة الأمراض الباطنية أهلا بيك أستاذ أهلا بيك هذا يوم عيد الله يعزيك ويوم عيد في الدكتور كمان الموضوع نفسه الشك ليه حضرتك اخترت الشك اللي عادة والله موضوع لازم أصل فيه ناس كتير قوي مش فهمة يعني واحد عنده شك وده اختواطي ما تفهمش دي فلو أطلقنا عليها شوية نور كده هتبقى كويسة بالنسبة للجمهور وبالنسبة للدكات راح نقول بعض النقاط هتنفحها جدا 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 سواء في مذكرتك زي ما انت بتقول أو في الممارسة يعني هو شافه عيان امتى يقول ده شكت امتى يقول عنده شكت يعني مش كل عيان ضغط واطي لا مش شك فده مهم موضوع مهم أول حاجة دي في النشاء التعريف ما هو الصدق فيه تعريفين تعريف صح وتعريف غلط فنبدأ بتنقبل غلط يقول لك الشك واحد ضغط واطي الضغط الواطي أحد ما ظهر شك لكن مش هو التعريف ممكن واحد يبقى ضغطه مية على ستين وتسعين وماشي على رجليه زي الفول هي الشكت تمام شك هو كمية الدم اللي رايحة الانسجة قليلة بس بقيت شكت تقول لي طيب نعرف مني اختار نسيج له علامة خارجية اختار نسيج له علامة غير الضغط الواطي بقى حلاص هو ضغط الواطي ده احنا كلنا متفقين عليه أنا هختار نسيج الكلة يبقى أول مظاهر شك النبول وقل لأن الكلة مش هاتش تغل ثم المخ تبتدي يبقى مش واعي وهكذا فالشك ديفكتف توشي بيرفيوشن يعني نقص ارتواء الانسجة لكن المظهر الاول فيه هو الضغط الواطي طبعا هنقول ليه ضغط الواطي دي هنتكلم عليه بالتفصيل ولكن هو الانسجة مش هخت دم وطبعا من الانسجة اللي واضحة جدا نسيج الكلة الكلة مش هيجلها دم البول هيقل خلاص بقى العين ده عنده صدمة من نوع معين يعني هو يتقال عليها الصدمة 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 هي على فقر الترجمة لازم نشولها نلقي لها كلمة تانية اه لانه كنت ترجع الكلمة العربية للصدمة صدمة نفسية اه يعني ايه صدمة صدم اه ولكن صدم في مثلا في عربية عربية صدمتها اه الانواع يبقى اه لازم نلقلها كلمة عربي تناسبها اه الانواع عندنا اربع انواع عندنا اربع انواع للصدمة انت كقلب ومش قادر تشتغل خلاص المضخة وقفت الترمبة ما بطلت يبقى دي هنسميها صدمة قلبية كارديوجينيك شاك قلب جال وجلطة لا قدر الله فالعضلة حتة منها بازت طبعا مش كل واحد جال وجلطة عنده شاك الناس مش عايزها تفهم غلق لكن لما تكون المسألة كبيرة شوية بيقى العين شاك لان القلب كمطرنبة بطل فالضغط بيقى بتدي الانساجة ما ترتويش يبتدي يبقى العين ده عنده صدمة او شاك يعني دي اسمها كارديوجينيك شاك دي مرة واحد مرة اتنين لا قدر الله حدسة عربية او جراحة وبيشتغل وفقت دمه احنا عندنا خمسة لتر لو فقدت اتنين لتر ضغط يحيقى دي هايبوفوليميك شاك اللي هي نقص دم نقص كمية حوادث السيارات بعد الجراحات ايه نزيف جهة صدمية واحد عنده دولي مريء ممكن يجي شاك ليه لانه نزف كمية كبيرة جدا دي سهلة يبقى دي هايبوفوليميا يعني نقص الحجم نقص حجم الدم كده نمرة ثلاثة افلت على الدم انا ليا سكة ماشي فيها جيت هنا وروح تقافل السكة بتاعتي الدم بييجي من الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوفي الى الازين الايمن الى البطين الايمن الى الشريان الرئي افلت الشريان الرئي يبقى الدم مش هروح نعيد الشمال السكة الطبيعية بتاعته زي جلطة الرئي يبقى شوك اسمها اوبستركتف شوك يعني شوك نتيجة افلها زي لو حطيت مية حوالين القلب بكان بضغط عالي اه انا جبت قلبي بيعمل كتر حطيته جوه بلونة وعليت الضغط في المية بلونة مش هيضر يعمل كتر مش هيقط فالدم مش هيخش في القلب وبالتالي مش هيطلع وبالتالي اللي عني يبقى شوك مستسأل حوالين القلب او بمعنى اصاح البركارد اليفيوجي بس وصل لمرحلة اه ووصل لمرحلة كاردكتامبونات اه يبقى احنا قلنا ثلاث انواع مهمين جدا نمر واحد كاردجانيك عضلة قلب بازت نمر اثنين نقص دم حدسة نمر ثلاثة قفلت السكة زي جلطة رئة او اه 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 ماي حول القلب بضغط عالي نمر اربعة دي نقول فيها سبحان الله اه واللي ما يقولش سبحان الله سبحان الله يبقى عايزي تضرب فيه ناس كتير عايزين تضرب اه اعتقد لما يسمعني نحاقول لك حاجة ايمان كنت بشرح الحده دي كان عندي واحد دكتور متياز ملحد لا اله الا الله والله كان طبعا صعبان علينا كلنا اللي هو ينكر وجود الله لا اله والله العظيم والله العظيم انا بشرح الحده دي سبحان الله لوحده لوحده سبحان الله تقوله انت اياه والله اتعجبت انه قال كده لان فعلا الحده اللي جاء دي نوع الرابع بقى من شمك تعال ندرسه كويس انا قاعد معك دلوقتي بتكلم قولي توزيعت الدم يعني عندي خمسة لتر متوزعين ازاي حتقولي الامعاء رايح لها 15% انت ما بتاكلش وللجلد الدنيا سقعة شوية التكيف حدكو حلو جدا رايح 3% والمخي لاني بفكر هيزيد الدم شوية والقلب وهيكسر انا سبتك دلوقتي وطلع تجري جري قولي توزيعت الدم تعالي تتغير العضلات هتاخد الجزء الاكبر لانك بتجري والرقة هتاخد جزء كبير لانك بتجري وعايز اكسوجين وهكذا طب نمت توزيعت هتتغير توزيعت الدم بتغير كل دقيقة كل دقيقة حسب هذه التوزيعة محدش يقدر يعملها غير ربنا سبحانه وتعالى ما فيش لدوة ولا دكتور ولا عفريت قدر يلعب في التوزيعة دي واذا بازت التوزيعة العاني بقى شاقط لقيه الدم ما ينفعش كل يروح حتة واحد ما ينفعش اوسع الشرعين في حتة واحد يوم يبول الدم فيها والعاني يضيع ما ينفعش اقفل كله فهي توازن بين حتة مقفولة وحتة مفتوحة عشان كده اسمها الديستريبيوتف شوك الديستريبيوتف شوك اللي هي شوك التوزيع التوزيع غلط بتحصل في اكثر من مرض زي اللي ياخد حقنة بنسلين وعنده حساسيله بتبوز الثانية توسع حتة مفروض تقفل وتقفل حتة مفروض توسع في العين بقى شاط زي مرض مهم جدا هنفرد له حلقة هيباتورين السندروم اللي هو الفشل الكابدي الكلوي كل مشكلته ديستريبيوش تخير كل المشكلة توزيع توزيع ده مخاطئ بيروح مثلا في منطقة البطن عند الامعاء ويتدفق وعند الكلة وما يروحش فيعمل كوارث ده يبقى عندنا اربع انواع كارديوجينيك قلبية هايبوفوليمك نقص بكمية وبستركشن أفلت زيجة او ديستريبيوتف اللي هي التوزيعة غلط هنبدأ بالاول هنا كارديوجينيك احسن مثل الكارديوجينيك شوك احسن مثل جلطة القلب انسداد الشرينيك تاجي انسداد الشرينيك تاجي له اكثر من صورة فمثلا ممكن يحصل والعين ما عرفش خلص طب ونعرف احنا ازاي داخل عمليات يعمل زايدة وسنه ستين سنة قلنا نعمل له رسم قلب عشان نبقى نسمح ترمين نعمل رسم قلب نلاقي جلطة قديم يعمل حاج جالك واجع في صدرك لا اي حاجة فممكن تبقى سايلنت كتير جتير جدا وممكن يجي لك المريض بعد جاء بينهج وابتدى يحصل هبوط في العضلة لان جاله انسداد شوريان تاجي ولم يدري فدي احد الصور مش كل واحد حيبقى شجد نمرة اتنين المشهور جدا جدا اللي هي مثلا اكتر من ستين في المهم رحالات الالم الالم الصدر دي بتشير الى انسداد شوريان تاجي هي بتبقى الام شبيهة جدا بالذبحة الصدرية جدا وتخلف عن السبحة عن السبحة الصدرية في نقاط بسيطة جدا جدا الزبحة الصدرية بيبقى الالم في نص الصدر مش تحت السدر الشمال زي ما الناس فهم في النص جاز يمين متطوح شمال او متطوح يمين جاز او في منطقة البطن هن بيبقى نوعه كأن واحد قاعد على صدرك حجر او سكينة مشان كاسمه ذبحة صدرية او حموضة يحس انه حرقان فده طبعا مضلل جدا يعني كثيرا من المرضى ما تتحكش شوريان تاجي يعملين منظر منظر على المعد اه لان الالم هنا اه تمام وحموضة اه يبقى مكان الالم ضللني ونوع الالم ضللني لما يبقى هنا بقى سهل ولما يبقى حجر على سيء بقى سهل انما ساعات يبقى اتابكا ساعات المريد يا فانم يتغلل من الدكتور اه يعني يقول له اه يقول له لا على حرفة السلقلم نجلي بعد اكلت كم ده اه وهو هو دكتور يقدر يطلعه بسرعة جدا يقول له هل القلم ده له علاقة بالمشي فيجيبه يقول له لما مشي نفس الالم بيجي والحرقان يجي لحموضة انا شفت عدد كبير جدا من الحالات متشخص عن المشكلة في المعدة اه وهو مش كده خالص الالم بيقعد دقايق تلت طرق ده بتكلم عن الزبحة الصدرية مش عارة نفس زداد شلو انتاجي دقايق تلت دقايق اربعة دقايق خمس دقايق حتى لو عشرين دقيقة اللي هي تلت ساعة فهاي عشرين دقيقة يعني بيسمع في كدف الشمال عادة عادة بيسمع كدف الشمال والسبعين دول واللي يجيبه المجهود وليس الانفعال الافلام العربي كتير منها بوزوا فكر الناس يطلع بره بيت يا مجرم ويمسك سدره نادر انما اللي يجيبه المجهود يطلع سلم يمشي يجري طيب الاكل الساعات لكن الاكتر من الاكل الحاجة الساعة لو شرب ازازة حاجة ساعة الالم يجي له الالم الذبحة الصدرية والناس يطمنوا تقولوا اصلاها ساعة ويعمل التقلص في المريء وده غلط فده اللي يجيبه وبعدين اللي يضيعوا بقى يا اما قرص لحت اللسان وحنوقف عندها يا اما يرتاح كثيرا تبقى انت في عربيتك وقف في الاشارة تلاقي راجل ماشي في الشارع وبيمد وفجأة وقف حط ايده على صدره وبعد شوية راح مكمل مع الاشارة بتطول ساعة بتطول ربع ساعة للي يكمل ده زبحة صدرية اللي هو اوقفوا الالم دقايق ورح مكمل تاني كان عندي وكيل نيابة يعني انا اجمل حالة شوفتها في حياتي يقول لي انا ايه بمشي دوم الساعة تديق علي الساعة دي تديق علي اه او مقف افك الساعة وحطها في جيدي وكمل ماشي اه تقول لأ ما فيش حاجة اسمها كده في الطب ما خدناهاش دي اه طلع الالم بدل ما بيجي هنا بيجي في الرست وهذا وارد اه اه فبيقف هو بيتيقله لما يفكز هو وقف خلاص بدام بوقف الالم بيروح اه اه القرص اللي تحت لسان له قصة عنا اتكلم عليها لانه ممكن كده يضل للدكتور يضلله فيه الام كتير جدا يحط تحت لسانه ويروح الالم زي الحالة النفسية واللي عنده كاردك نيروزيس لما بتديه القرص عطى لسانه بيروح فمش عايزين دي كارينة انه طب نيجي من سيداد شرين تاجي اللي ماعملش شق اللي هو الالم قلنا زي الزبحة بالزبط ما عدم الالم جاه من غير ماشي المرة دي جاه وهو قاعد مرتاح الالم طول الالم شديد جدا سفير اه نكلمك واحد في التليفون يا ايمن انا ابراهيم انت ابراهيم مين يا عم الحج انا اللي بتعالجني بالزبحة الصدرية اخبارك ايه يا عم ابراهيم والله الالم يا دكتور جاه لي وانا قاعد مرتاح يا دكتور ايمن الالم شديد اوي يا دكتور ايمن الالم طول مش متعود عليه تروح سأل السؤالين عرقتي عم ابراهيم طرشتي عم ابراهيم هبعتلك الاسعافة عم ابراهيم لازم الاسعافة لازم الاسعافة لازم الخمس حاجات اه القيء والعرق ظاهرة مش حلوة اطلاقا في قلم الصدر وده بسرعة على المستشفى بسرعة شديدة جدا لان دخول المستشفى كل دقيقة بتفرق لو خد الدوة اللي بيدو بالجلطة بدري لص مشكلة امتهت لو دخل اسطرة بدري المشكلة امتهت انما لو فضلنا بقى نفكر لا ما تخافش لا ما تقلقش طب حاجيلك البيت لا ما تجيش البيت اه العين بيزعل اقول له ازعل يقول لي طبع انا تعالي عشان تقول لي روح المستشفى اقول له لا انا بقولك من دلوقتي الوقت ده خسارة فهو يروح على المستشفى انما ده احد المظاهر للانسداد الشرنتاجي وهو الالم المظهر التاني خلى ضربات القلب واحد قاعد في امر الله بيتفرق على التليزيون مع ولاده وفجأة يلاقي قلبه ما الله خبط سواء رفرفة اوزينية زبزبة اوزينية اي اف او السرعة تصارع شديد جدا فيتاك اي حاجة من دول قد تكون انسداد شرنتاجي جت بصورة اخرى وهي صورة ايه اختلال ضربات القلب الصورة برضو المشهورة جدا جدا فجأة هبوط في القلب قول لي انا قلب اقولك القلب هي اليمين ايه الشمال اذا كانت الجلطة في العضلة اللي في الشمال هيجيله بصورة نهجان وكحة ورغاوي طلع له هبوط جهة يسر جهة يمنى قصة ثانية خلص بقى اوردت الرقابة منتفقة الكبد منتفقة شوية فيه اصوات معينة على السلاسي فحسب يا ترى الجلطة جد شمال ولا يمين بتعمل هبوط هبوط في الجهة اليسرى بتعمل احتقان شديد في الرقابة اللي احنا نسميها مية في الرقابة يعني العين بيطلع ارغاوي ارغاوي اكيد بالمين رائدين اه اه اذا كان يمين كويس اليمين اللي اخبطني مع جلطة الرقابة اه مع البرمرين بوليسرى اه الريت انفرشن مع البرمرين بوليسرى ونادر الرقابة هو الريت انفرشن نادر؟ لا مش نادر الكتب كانت تقول ان هو اقل ايا يمينة يقول لك جلطة عن شمال لا لا خلص مش نادر خلص خلص فده حسب اني شوريان اللي تقفل يمين ولا شمال وكذب فادي احد الصور او لا قدر الله يكون موت فجائي الموت الفجائي أحد أسبابه انسداد شرينة دادي احنا تعرف ان احنا بنبحث دلوقتي كيف نمنع الموت الفجائي فبنجيب الناس دول قبل ما يشتكوا أي واحد مثلا من أسرة سيئة السمعة في القلب الأب عامل قلب مفتوح والأم حتى دعمات والأخ جاله كذا دا امسكه ولازم يشوف نفسه كويس جدا أو بقى يجي له شوك الشوك اللي هي هتبقى كارديوجينيك شوك اللي هي دي من أخطر أنواع الشوك اللي هي العضلة مش قدر تطلع الدم لأن فيه جز عطل فالباقي مش قادر جز مات مش عايزين نقول مات لأن جزل حقه هو زي الضفضاء الضفضاء في الشتاء تقول عليها ميت وهي صحي فهي بتبقى جز قاعد نرتاح كده لكن هنحركه لو فاتسلكناه دا في الشرياء دول اللي بنفرح بيهم جدا جدا أيما لما يجوا بدري خشوا القسطرة يسلكوا بيقوزي الفل أو ياخد الدول الدول اللي هو بيفك الجلطات بس المهم بسرعة السرعة دي ساعاته لاقي احنا في المحور وقفلين وعربة إسعاف نفسها تعدي وكل الناس ولا هنا كل واحد بيفكر انه يمشي واراه ده ده الانسان الوحش اوي اوه اول حاجة والله تعلمناها اما سافرت برا اول حاجة تعلمناها ازاي تفضي الطريق للعربة السعر تخيل دي محاضرة تخيل دي محاضرة كيف تخلي طريق العربة السعر عشان تعلم الناس يعني انت لما تيجي تروح انت جاي هنا وجاي مين واقف واللي بعديك يعمل كذا بتشيب الشمال كل دورة دورة دا هتلاقيه في الشمال الفضي او الحتة اللي متعلمة باصفر على اليمين ما حتشمش بيها فبيقى صعبانها جدا عليا جدا العين ده لو وصل بدري هيقوط وصل ولاده انما التأخير ده خطير جدا يا حبازة بقى لو نعالج المريض بتاع الجلطة التقال فعربية الاسعر اه طبعا ده المحترفين بقى اوي يدوبل الجلطة فعربية الاسعر تبقى هيلة اتشخص صح عمل المعامل كلها عمل رسم القلب وخد العلاج يوقفوا المح ومنوقفوش مش هتفرق معها بقى ده القلب في حاجة تانية في القلب احنا كده خلصنا اه كتير اه بس دول امثل اه دول عشر الامثل اه ده كارديوجينيك ده كارديوجينيك هايبوفوليمك بقى ده سهل جدا جدا بس نلحقه برضو بدري لماذا لو واحد فقط جزء كبير من دمه حيبتدي الجسم يعمل تغيرات حتى لو يدي الدم مش هتصلح حتى لو يدي الدم مش هتصلح فلازم يتعالج بدري جدا ست بتولد نزيف شديد بسرعة جدا لازم عندها تصل الى اللي انت عايزه عايز تشيل الراحم شيله بس انقص حياتها لان لو سبتها فترة ضغطها واطي كتير قوي حيبقى في مشكلة بعد كده هي مش هتقدر عليها ولا اي دكتور في الدنيا هيقدر عليها فدي برضو الهايبوفوليميا مهمة جدا حوادث الصغيرات لازم يرجع على المستشفى بسرعة جدا عشان يتعلق له دم ونصلح له ضغطه تصليح الضغط ده بيبقى بيبقى أكثر من طريقة يعني مثلا هقول مثل جيد جدا في القلب كارديوشينيك شوك لما القلب بيهبط كده فمفيه أدويات على الضغط لكن فيه منوفر يعني حاجة بنعملها جميلة جدا هو قلب ضعيف بيعمل كده يقوم يدوبك يطلع القلب بفوقيه طبعا ما نزوق اللي فوقي ده لبقيت الجسم هحط له بلونة في الأورطة أول ما الدم يطلع تتنفخ لما تتنفخ هتروح زق الدم على كل جسم انتر أورطي بلون أكاو انتر بلسيش دي رائعة رائعة يا ما أنقذت حياة الناس لما يجي لك شوق شوف الأدواء ما نفعتش يركب بلونة على طول بلونة في الأورطة كأنها قلب مساعدة قلب بتساعد آه كأنها قلبه مساعدة فدي كويسة جدا 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 فحالة التنين اللي هي واحدة ستة ولدت وكده تصرف بسرعة جدا وعا تتأخر بسرعة طبعا الدم هو الأساس تعويد الدم من فصلته طبعا ونخلي بالنا من ما سيحدث بعد ذلك النوع الثالث الابستركشن ده الانسدادة الانسدادة اللي هو زي جلطة الرقة الدم يطلع من اليمين لا السكة مزدودة ما رحش الشمال ضغط يوقع لأن ما فيش دم في الشمال أو قليل فده طبعا بنديله أدواء بسرعة جدا تدوب جلطة الرقة جلطة الرقة عايزة قاعدة يا أيمن ده موضوع كبير عايزة قاعدة كاملة لأنه مهم جدا 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 ومنتشر ده منتشر جدا لأنها ربيا بس هو للأساسة ومن الحالات اللي ما بتشخصش عشان كده العلم حطله قاعدة حلوة جدا العلم العلماء حطله قاعدة رائعة أنا يعني بفضل أكررها حتى وانا بتكلم عن المرارة طبعا نو خلي بالك بهموا أرزب تعلجه عشان يفضل الواد بتاع كل الطب ده تخرج في زهر انت تعالج بالاشتباه بالاشتباه براه لا انت حباستها بالاشتباه طيب بتيجي في مين في ناس محدودين اللي رائعة الرجلين ما بتحركش فده خطير جدا بيحصل جلطات في الرجل والأكتر من الرجل الحوض الحوض أكتر من الرجل مليون مرة وتتحرك تروح الرئة تقفل الدنيا وتعمل مشكلة كبيرة عشان كده كثيرا من الناس اللي نويين يعودوا ومعندهمش أي موانع لمسيلات الدم بنيعمل كده أقولك الرجل اللي حيرقو يتزير ادينه بقى هبارين من الأول أي مشتق منه يعني عشان أنا خيب علي طب في موانع الهبارين خلص خلص هو نصيبه كده لأنسى واحد دخل لنا كان زمان يعني من عشر وخمسش سنة كده خط خبطتين في دماغه فبقى شكت وشكت قعدنا نشتغل فيه شغل شهر والله كل ما تحايل على جراح المخ والأعصاب اللي عمله هو تخبط هنا خطتين معروف جدا عندنا في الأصر عيني الراجل ده فأبوش إيدا الراجل أنا خايف عليه من جلطة رأي يقول لي إيه وعاهب علي حتبوز شغلي مات بجلطة رأي آه وإحنا كنا متوقعين مع أنه عمل عمليات والله شغل جبار آه ومات بجلطة رأي لأنه أول ما فتده يتحرك طلع الحمام وقع آه آه أميرة ديانا معتت بيه بركارد 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 رابشار طلوان رابشار آه آه الشورياني اللي رأوا يفتح فتح والحقوس آه ودخلت في الشوكة يعني برضو كانت بتكلم المسعفين والضغط بنخفض آه آه على فكرة العين في الأول الشوك بيبقى واعي جدا آه يعني كتير يقول لك أنا أنا يا دكتور أنا أنا بدوخ أنا بدوخ يا دكتور أنا بدوخ الحقوني تلاقيه أنكشس جدا جدا وده نعمة من عند ربنا آه إن هو حاس زي بالضبط نسيب جاسل هضمي عين بيبقى آه قلق جدا حاسس إن حاجة بتحصل وهدي نعمة من ربنا اللي هو بيفق الدم فكل ما الدم مقل حجمه وكل ما بقى كده لحد ما يبقى شاقط آه دي النوع اللي هو هايبوفوليبي النوع بقى التالت بتاع سبحان الله دي سيربيوتف آه إيه بقى المثل بتاعه الجيد جدا جدا هيباتورينالسندروم اللي هو الفشل الكابيدي الكلوي آه كنت مرة في محاضرة فأقول هيباتورينالسندروم أول كلمة أقول إذرير ديزيز مرت نادر فعلا يا لقيت واحدة قيمة كده هايس احنا quicker هابنشوف اليوم في الآة في الاسبوع ع عشر واحد قetuatter قلت لا دي لازم تتعلم بقى لازم قلت لا هناك فرق بين فشل كابيدي زائد كلوي لبنين جوم قموا ده كل يوم كل يوم ده كل يوم ده زائد ده زائد ليه كثير من الناس عندها تليف كبد وكثير وكثير عنده سكر بوزه جالك بالاتنين إنما الفشل الكبد يكله ولأ هباتورينا ده موضوع تاني خالص ده الاتنين بوزه في وقت واحد بعامل حنتكلم عليه اللي هو بوز الدورة الدموية ده فساد في الدورة الدموية وليس فساد في الكبد ولا في الكلة ده فساد في الدورة الدموية انتهى هذا الفساد بإن الكلة أفلت شرعينها خالص منعت البول وخلي بالكو في التعريف لطلبة الطب هباتورينا سندرون في آخر التعريف وزاوت بريفيا سرينا الدزيز برافو ده لو في شوية دم في البول ما بقاش هباتورينا بقى مرة لا هقولك دليلين بقى الهباتورينا السندرون أكلة سليمة تماما أكلة سليمة تماما بس أفلت بالمواد اللي طلعت خلت الأوعاد ده ما هي تقفل اللي احنا قلنا الديستريبيوشن باز تمام طب الأدلة لو الراجل اللي قدر الله مات وخدت كل ويته زرعتها الواحد يعيش كواس جدا جدا أحلى كلوة بناخدها من الناس دول لو طبعا موافع يعني نمرة اتنين لو زرعته كبد يعود الكلا مية مية مش لحتاج زراحة فالكلوة سليمة مية في المية ولكنها قفلت الشرعين جدا طبعا نحن نكلم على الأوقات الأولى فمنعت الليلة البول وغيرت في الصوديوم والبوتاسيوم وكلام وعملت هو ايه؟ دستريبيوتف طيب افرط خدت عين الدمي أيمن عين الدمي من واحد لقيت فيها بكتيريا مم وهو مش متعور فبنبقى ليسين طب البكتيريا جتمنين ده مش متعور ده مش تقيح ده مش صدمة تسممية لا الضغط لما يقطع سبحان الله سبحان الله الأمعاء أحد البريارز اللي فيها الضغط أحد الحماة الحماة اه الصور اللي بيحميها الضغط فإذا الضغط وقع لأي سبب البكتيريا تعدي من الأمعاء للدم يبقى أنت مبتدي كاردوجينيك شوك أنت مبتدي صدمة قلبية من جلطة في الأراءة ويموت بالسيبتك شوك دي ترانس لوكيشن اللي هي البكتيريا نقلت من الأمعاء إلى الدم فدي طبعا ده ممكن يعني يخلي يعني بعد إسن حضرتك واحد جاله جلطة في القلب درجة حضرته بترتفع شوية يقولك بيروجينيك ريأكشن طلعت جزء من القلب مات بروتين 48 ساعة عيلي الثاني لأ بقى بلاش كده يقولك أي عين شوك حط أنبوبة وحطها لأنتبوتك من غير ما يسخي أيوة عقم الأمعاء عشان الحركة دي عشان ما يطلاش باحتنا بتاعتها لدم الصبتة قديمة وضوح حديث جدا وجميل جدا جدا وبينقذ الناس كتير جدا نلوقتي أورطنا فضاء شرف كبير إلى هذه الزيارة أستاذنا سوز دكتور حسين موافق كان مونيرا جسي أحضر أعدي شيء رهي لتعطي موافق ببعض دكتور اشتركوا في القناة